مرحبا اعزائي متابعي قناة بلليبين عربية اطلقت شركة ايفون قبل دقائق تحديث جديد اللي هو 15.01 تحديث بسيط خلونا نشوف شون راح نحدث وشي يضمن التحديث اول شي قبل ما تحدث تروح على الاعدادات تنزل على عام تشوف تحديث البرنامج فيه تحديث عندك طبعا ظهر 15.01 التحديث 490 ميجا بايت يعني مو كلش نصف جيجا والتحديث نروح على مساحة التخزين قبل ما نحدث نروح على مساحة التخزين عفوا نروح على مساحة التخزين نتأكد عندنا هنا اقل شي 7 جيجا يعني 7 جيجا مساحة غير مستخدمة 10 جيجا 8 جيجا طبعا كلش 7 جيجا واقل وطبعا من التحدث لازم يكون عندك شبكة واي فاي والبطارية تكون على الشحن او اذا مو على الشحن فوق الخمسين اتمنى كل واحد يحدث يحدث لا تنتظر ولا كل شي هذا التحديث عبارة عن بناء يتكون من الاساس الى الاعلى كل ما تفقد تحديث التحديث اللي بعده صح ممكن يضبط لكن ممكن يسبب لك فشل هذا هو التحديث هسا احنا راح نروح نحدث هسا نروح على تحديث فاهنا لمعرفة المزيد هذا التحديث يتكون من مثل ما تتشوفون اصلاح اخطاء فتح القفل بالابل ووتش قد لا يعمل على طراز اي او اس 13 على يعني الايفونات 13 واحتمال ظهور تنبيه غير صحيح في تطبيق الاعدادات بان مساحة التخزيم ممتلئة هذولا التحديث عن هذول الخطأين هسا راح نروح نحدث فقط تكبس على تنزيل وتثبيت فتكبس على اهم شي تحفظون الرقم هذا رقم رمز الدخول لانه بدون رمز الدخول راح يخفل عندك وبعض الاحيان يطلب ترى الابل ادرس يعني والايميلات ادرس هذولا كلهم كتبوهم بورقة لانه بعض الاحيان يريدهم هسا راح انتظر وهو راح يحدث نفسه اتمنى استفاديته لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال او استفسار كتبوه بالرسائل ارجع ارد عليه مع الف سلامة